برج الجوزاء. اه خلينا نشوف طاقتكم في هاي الفترة التوقعات. خلينا نشوف اول شيء الطاقة تبعتكم كيف حتكون طوال هاي اه الفترة. اه ها. اه شوف يا برج الجوزاء. عم بتكون في قدامك اه في في شخص يمكن عم بيخوفك. خاصة يمكن في العمل في العاطفة من الاصدقاء. اه عم بيخوفك او عم بيكون متسلط او كلامه جارح او من هاي النوعية. اه فاللي عم بشوف طاقتك في هاي الشهر. كل الشهر عم بتركز على هذا الموضوع. انك تحجم هذا الشخص. انك عم بتفكر كل حدود. انك اه عم بتفكر كيف ممكن تتعامل مع هذا الشخص لانه شخص متل شخص اه غريب الاطوار اه بيحب لك الشر ما بيحبك اه عم بتفكر طول الفترة او عم بتكون مش خايف يعني عم بتكون اه اه بدك تتخلص من هذا الشخص وفعلا رح تتخلص منه. او عالاقل من الخوف والمشاكل اللي عم بيسبب لك اياها. خلينا نشوف ازا بشكل عام توفعات الزوزاء. اه زي ما قلتلك. في كار ما عندك. هذا الشخص اللي ظلمت رح اه تظهر عليه النتيجة وراح ياخد جزاؤه هذا الشهر. هايز الفترة اللي انا قلت عنها. رح يصير في. اه خلي اوه. على فكرة ورق كتير للجوزاء الحمد لله. واخيرا. اهو. خلينا اقول الطاقات قبل ما انصت طاقات حبايبيح عم بتكون اه ميزان ممكن اه في الجوزاء اللي هو انت وممكن شخص تاني كمان عم بتتعامل معاه جوزاء. اه عم بتكون. اكتر من مرة مر معاي الميزان. ترابية كمان. كتير ترابية نشو شوي. اه في مائية. في هوائية. هدول اكتر شي يعني اه بيانوا. ازا قلنا فيه كار ما عندك هادا هاي الفترة ورح تاخد اه حقك من هادا الشخص اللي اه ظلمك. اه مبين فيه ناس عندهم اه سفر. انا عم بحكي بشكل عام يمكن اه وانتو تتبسطروها زي ما انتو ظروفهم بيعني انتو اعرف الموضوع. وقراءة عامة ما بتنتبق على الكل. ازا حكيت عن موضيع عاطفية ممكن تكون عكسية. انتو بتعرفوا هذا الموضوع. بالنسبة للسفر ممكن جدا انه غرج الجوزاء هاي الفترة اه يسافر. فيه عنده سفر ولكن اه مع اشخاص مش وحيد. اه على الاقل شخص واحد ممكن يكون معاه. اه فيه رجوع من شخص في اه او شخص جديد حتى. ولكن اللي نبين اكثر انه فيه شخص قديم على فكرة كمان فيه فرصة اه حامل قوية جدا للجوزائيين. اه ان كانوا نساء او الرجال الجوزائيين نساءهم. اه فيه عندهم اه قفل ممكن يكون اه اه فيه يعني اه اكتر من اه خلينا نقول اكتر من فرصة. فيه فرصة حمل وفيه فرصة. اه خلينا نقول معنى تاني للكرت انه ولادة مشروع جديد. شي اكسترا انت عم تشتغله عن الشغل او بهذا الموضوع. وممكن يكون اه بالنسبة للرجال الجوزائيين ممكن تكون هاي عبارة عن اه انثى متكاملة. اه عم تظهر في حياتهم وعم بتأسر فيهم بطريقة حلوة. بالنسبة للمرتبطين والهنفصلين. اه عم بشوف فيه تنازلات كتير من الحبيب. فيه عرض وممكن يكون عرض تواج او عرض رجوع. عم بشوفكم. اه رغم الاختلافات الكبيرة بناتكم. فيه مبين اختلافات كبيرة بين الشخصين. ولكن اه عم بتقربوا شوي شوي من بعض. وهذا الحب فيه حب حقيقي. اه بناتكم هاي العلاقة عم تتتوج عم تتطور يعني من هذا النوع. عم بيصير فيه توازن. من بعد من ظلمت فيه ميزان. فيه اكتر من نيزان فيه عندك تلاتة. فيه عندك تلات ورع فيهم قارمة. فيه اه مية بالمية رح يوصل لك اكل حديث عندك وممكن يكون اه في العمل. ممكن يكون في العاطفة. بس انا شايف بالعاطفة خاصة اه رح يركز برج الزوجاء العاطفة لانه فيه سعادة عاطفية كبيرة جدا. اه ممكن تكون كمان اه زواج انا شايف بينك وبين شخص اللي بتحبه في اه زواج في اولاد. ازا كنتوا اساسا متزوجين فالاولاد رح يفرحوكم بموضوع معين. اه او انه يعني عم تتقربوا من بعض اكتر من بعد ما كان يعني الجوزاء شوي بعيد اه ومشغول بشغله باموره. اه عم بشوف اه كتير اه فيه فرصة انه يعني ترجع الامور يعني شايفيتها احلى من الاول حتى بكتير. في اه مادة في ترقية بالعمل اه في رح تاخد حقات ازا كان اللي عميتي عليه بالعمل رح تاخده. في مش مشكلة ولكن في حدث كبير رح يصير هذا هاي الفترة. هذا الحدث اه رح يعطي كل واحد على حسب نيته خلينا نقول. ازا انت كنت اه انا ما بعتقد انه زوزاء بيظلم. اه ازا انت كنت اه ظالم حدا رح تاخد جزائك او العكس صحيح. فانا ما يعني ما يعني ما مش عارفة ازا التوزاء ممكن يعمل هيك شي بس انا اللي بعرفه لا. اه شايفة انه الشخص اللي بتحبه او اه شريكك اه عم بيراقبك كتير عم بيفكر فيك طول الوقت اه عم بيكون في عنده شعور بندم يمكن عمل شغلة كبيرة او شغلة زعالتك اه بناحية من النواحي. بالعمل عم بشوف اه قد مكان فيه اشخاص عم بيحاولوا انه يصبطوا مع النوياتك عم بشوفك طاير لفوق يعني مش سائل عن حدا. برج الجوزاء هاي الشهر حلو على الصعيد العملي وعلى الصعيد المادي والعاطفي اكتر شي فانيا لهم. ان شاء الله يا رب انه تنصبف مع اه اكبر عدد ممكن. خلينا نشوف اكتر على العاطفة. كاز كبير جدا 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 من الحب. في مشاعر خوية كتير بينك وبين الحبيب عم ترجع تتحرك وعم يرجع الوضع يرجع اه احلى من الاول زي ما قلنا. اه شايفيتك عم تتشرط اه عم بتحط شروطك عم تتحكم تكون انت المتحكم في العلاقة. اه شايفيتك برج الجوزاء عم تستعين شوي بشوف اكبر منك. على فكرة الشريك اه او هاي قراءة ممكن هاي تعاطفية ممكن تكون عكسية ايضا. اه انت او الشريك اه عم بيخبر اهله عن الموضوع. الشريك ممكن عم بيخبر اهله عن الموضوع. وعم بتم الموضوع على خير شايفيتك تطور لالهاند ما عن اللي هو الامور اللي كانت مؤجلة الامور اللي كانت اه كتير. اه خلينا نقول اه جاندة كلها رح تتحرك يعني بالعلاقة العاطفية في حركة وفي كتير هاي الفترة شايفة انه الشريك كتير مقبل اه عليك ورح يعني اقدم اه شي بالنسبة لالك شايفيتك بالنسبة انت لالك رح تكون شوي حذر شوي اه اه عم تكون تقيل يا وادي تقيل بس اه عم بشوفك انت بتحبه هو بيحبك يعني فلسول اه تكبير الراس. اه عم بشوف من بعد ما كنت اه انت في عندك غيوم في عندك اه اكاذيب عن الحبيب يمكن اه مناوشات اه مع الحبيب عم تنتهي. فكل الورق الحمد الله حلو جدا لورق الزوزاء يعني يمكن يكون من اكثر الابراج المحظوظة هاي هاي الفترة لانه احلى ورق يعني بيان عندي تقريبا اه بيان انه في اه كتير رح تكون يعني حميمية اكتر في العلاقة بينك وبين الشريك خاصة ازا كنتوا ازواج فرح يكون اكتر العلاقة ما بينكم اكتر اه حميمية اكتر اه قرب. فكل الورق نفس يعني كله ورق حلو الحمد لله للجوزاء. خلينا نشوف عقلك الباطن يا زوزاء شو عم بيقول لك هاي الفترة او عم على شو عم بتركز اكتر شي. تي عندك اه انتصار كبير. اه شايته اكتر من ناحية عاطفية اه او حتى من ناحية عمل فيه مشروع كان جامد فيه مشروع كان اه يعني مكتوب له الفشل او كزا شوي شوي عم ينور. وازا كان هذا الكرت اه على الصعيد العاطفي لبعض الاشخاص. فشايته فيه شجرة عيلة فيه تطور للعلاقة في اه ولاد في زواج في يعني فيه شجرة عم يتنور. شجرة العيلة الجديدة عم بتنور. حتى لو كنتم تزوجين طبعا. طيب لو فيه تحزيرات او بشائر ممكن تكون بس اكتر ايش تحزيرات هذا الورق? الورق? لبرج الجوزاء شو عم بيكون? اه. هون طلع مقلوب اه عم بيقولك انه شوي روحانياتك ممكن عم تقل هاي الفترة يا برج الجوزاء عم تبعد شوي اه عن الروحانيات الصلاة الدعوات. فمتل مش تحزير. يعني تحزير يمكن انه لا ما تعمل هيك. اه الفترة الجاي حاول انه تزيد روحانياتك تزيد اه صلواتك تزيد العلاقتك يعني في ربنا بشكل عام. اه. اكتر اشي هيك بصهموا انا هذا الكروت انا كتير بحبهم. زي ما بعضونا اشياء ايجابية. دائما يعني بس بقى الاغلب. بيقول لك اه اتمنى اي اشي هاي الفترة اه وتخيله فرح يصير. وكأنه عم بحكي لك في امني رح تتحقق هاي الفترة. اه اطلب واتمنى زي ما بقول لك. فكرت جدا جميل. يعني بكمل قراءتنا وبيكمل الامور اللي حكيناها. نشوف كمان نصائح. نلقى نجولش. بقول لك انت اساسا اه مثل معلم روحاني في داخلك. ولكن انت مش نطور هاي الشكلة. انت ما عم تتعاطى مع الطاقة الكاملة اللي داخلك. اه زي ما قلت لك قبل شوي بالتحذير. انه بعيد شوي انت حاليا من اه من موضوع الروحانيات. فحاول انك تزيدها وتزيد الطاقة الايجابية طبعا اللي عندك اياها. بقول لك انت بالاساس شخص روحاني وبالاساس ممكن تكون معلم. اه حتى روحاني او هيلر للناس اللي حواليك. اه ولكن بقول لك نمي هاي هاي الموضوع. ما تخلي اه يعني بعيد داخلك. نمي لانه له مستقبل معك. اه بيقول لك ارجع طفل. اطلع من الطاقة اللي انت فيها الزعل والنكاد والا كزا. بيقول لك اه هاي الفترة كتير رح تكون حلوة. اه ارجع طفل. ارجع استمتع بالامور اللي كنت استمتع فيها زمان. اه نبين برج الجوزاء شوي من كتر التجارب السلبية اللي عاشها بالفترات الماضية. اه صار حتى الاشياء اللي كان يستمتع فيها بطل يستمتع فيها. بيقول لك لا. رجع حالك لاجوزاء القديم لانت اه شخصك القديم لاشخصيتك القديمة هي الصح. بيقول لك ما تتغير ما تخليك تقفل من جواتك انت اساسا مقفل. اه فبس عم بيقول لك. انه ترجع تستمتع بالامور اللي اه وتعطي وقت لنفسك يعني مش كله شغل واهتمام بالاخرين تعطي وقت اكتر لنفسك. حب حالك اكتر. اه بيقول لك في في حقيقة معينة رح تظهر قدامك في او حقائق خلينا نقول في هاي الفترة فكون اه متنبه جدا للرسالات الكونية لكل شيء حواليك للحاسسات اللي داخلك. في كتير امور رح تظهر قدامك اه كنت انت منخدع فيها يمكن كنت انت اه موهوم فيها. ففي حقائق كتير رح تظهر اه قدامك ويكون موضوع لمصلحتك لحتى يكون لمصلحتك تكون كتير متنبه للرسالات اللي جاية فك اه من حولك. فحباي دي قورة الزوزاء بشوفكم بال.